معالي السيد أنتونيو غتيرش الأمين العام للأمم المتحدة السيدات والسادة ومثلية الدول الشقيقة والصديقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية نعرب عن تقديرنا وامتناننا للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على استضافتها ودعوتها لهذا المؤتمر في هذا الوقت الحرج والشكر موصول لجمهورية مصر العربية الشقيقة والأمم المتحدة للمشاركة في تنظيم ورعاية مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارية في غزة نجتمع اليوم لتحديد سبل التعزيز وتنسيق استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية التي ما زالت تتسع بسبب العدوان على غزة لن أدخل في تفاصيل حجم المساعدات التي أرسلها العراق أو التي يستعد لإرسالها لأنها أقل مستويات الواجب لكننا نعيد التأكيد على المبادرة التي أطلقناها في مؤتمر السلام 2023 في القاهرة لإنشاء صندوق لدعم غزة بعد العدوان ولوضع تقييم المدروس يحدد الاحتياجات ويقسم الالتزامات بيننا بطريقة منهجية لقد كشف العدوان على غزة هشاشة النظام الدولي وعزه في القيام ببواجباته ومسؤولياته في ظل حملة التطهير والإبادة الجماعية والخروقات الواضحة لكل القوانين والشرائع ومع الانتهاكات الفضيعة لحقوق الإنسان من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني إذ أن أعداد الضحايا باتت أعداداً مرعبة نحتسبهم شهداء عند الله ومع هذه الدلائل التي لا جذل فيها على وحشية ما يجري نجد أن العالم وقف عاجزاً ويتستر خلف مواقف خجولة لا ترتقي لأدنى حدود المسؤولية وتسببت بربرية العدوان في تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي في عموم قطاع غزة والأراضي المحتلة الذي تعاني بالأساس من مشكلات اقتصادية نتيجة انتهاكات الاحتلال المستبرة فقد بلغت نسبة نازحي قطاع غزة أكثر من ثمانين بالمئة من مجموع سكانه البالغ قرابة اثنان مليون وثلاثمائة ألف شخص وترك خمسمائة ألف عامل أعمالهم بسبب الحرب واليوم أدى هذا العدوان إلى تدمير ثلاثمائة وسبعين ألف وحدة سكانية في غزة وتضرر أكثر من ثلاثة وخمسين بالمئة من منشئات المياه والصرف الصحي من مجموع أكثر من ستمائة منشئة وتوقفت محطة كهرباء غزة عن العمل منذ تشرين الأول لعام الفين وثلاثة وعشرين وهي تحتاج إلى أربعمائة ألف لتر من الوقود يومياً كما دمرت البنى التحتية لقطاع التربية والتعليم بشكل متعمد فهدمت المئات من المدارس والجامعات وتضاعفت أعداد الطلبة الذين فقدوا مقاعدهم الدراسية فخرجت أثنتان وثمانون بالمئة من المدارس عن الخدمة وحرم قرابة ستمائة وخمسة وعشرين ألف طالب وطالبة من التعليم في جميع المراحل واستشهد أكثر من خمسة آلاف وخمسمائة طالب وطالبة وبئتين وواحد وستين معلماً وخمسة وتسعين أستاذاً جامعياً وأصيب أكثر من ثمانية آلاف طالبة وطالبة وسبعمائة وستة وخمسين معلماً ولم يكن القطاع الصحي بعيداً عن الهجمات الوحشية للاحتلال الصهيوني فقد تابع العالم على الهواء مباشراً عمليات قصف المستشفيات والمجازر التي ارتكبت بحق الأطباء والكوادر الصحية والمرضى الراقدين فمن أصل خمس وثلاثين مستشفى في قطاع غزة خرجت اثنتان وثلاثون منها عن الخدمة حيث تهدم بعضها وتضرر بعضها الآخر وتأكيداً لوحشية وهمجية العدوان وانحداره إلى أسفل درجات الانقطاع الحضاري فقد تهدم وتضرر بسبب عدوانه أكثر من مائة وخمسة وتسعين موقعاً أثرياً وثلاث عشرة مكتبة عامة ومائتين وسبعة وعشرين مسجداً وثلاث كناس إن الجرائم الصهيونية قد أدرجت ضمن التصنيفات التي تدين سلطة الاحتلال وفق القوانين الدولية وخرقها لحقوق الإنسان لارتكابها جرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية مارست خلالها عمليات قتل وتجويع وتهجير بحق الشعب الفلسطيني وفاقمت بالمعاناته بسبب نقص الغذاء والدواء وفقدان مياه الشرب والوقود بعد أن أحكم الاحتلال غلق المعابر ومنع دخول المساعدات لقد سارعت الكثير من الدول في التواصل معنا لأجل تعضيذ جهود احتواء الصراء ومنع توسعته لكن هذه الدول تتماهى مع خروقات سلطات الاحتلال حين يعتدي على بعض الدول في المنطقة ويعمل جاهداً على توسعة الصراء دون مراعاة للقوانين والعراف الدولية وهو ما يعده العراق أمراً غاية في الإجحاف والخطورة نحن نؤمن بأن السبيل الوحيد أمامنا جميعاً هو السعي الحفيث لوقف إطلاق النار أولاً لمنع توسع الصراء وإنهاء الجرائم التي ترتكب بحق سكان غزة ومن ثم العمل بجدية على استعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه الإنسانية والقانونية في أن تكون له دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعلى كامل ترابه التاريخي لذلك إذا أردنا أن نكون جادين في وقف هذا العدوان علينا معالجة جذور الظلم والإجحاف بحق هذا الشعب المنكوب ودعم وجود الدولة الفلسطينية بشعبها وأرضها وحث دول العالم جميعاً أن تتبع هذه الخطوة وبهذا الصدد نحيي قرار مملكتي أسبانيا والنرويج وجمهورية إيرلندا وسلوفانيا ونحيي أيضاً أكالة الأمم المتحدة النروى على دورها في تخفيف المعاناة عن هذا الشعب أخيراً ربما تكون ردود الأفعال الشعبية خصوصاً في العالمين العربي والإسلامي ليست بمستوى الحدث وما يحمل من بشعة ولكن لدينا وجهة نظر مختلفة إذ أن هذا الكبت سيؤدي حتماً إلى موجة تطرف جديدة تهدد الأمن القومي لبلداننا وتزعزع السلم والاستقرار العالمي أن حجم هذه الجرائب والفضاء التي وقعت بحق المدنيين قد أضر بمصداقية القوانين الدولية والنظام الدولي ونزعت ثقة عنه والذي من المفترض أن يبنى على الأنظمة والقوانين العادلة وسيكون لهذا ثمن جزيم تتحمل تداعياته الدول الكبرى التي ترعى أنها اجتهدت لتأسيس هذا النظام وما صدمنا في الصميم طريقة التعامل مع محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والإزراء من قبل هذه الدول التي عادة ما تطالب بإحترام الشرعية الدولية And in this part, we request of all states to respect the UN resolutions and also the resolutions of the Laha'i court. At the end here, we are seeking for the positive results of this summit and this conference in regard of providing the poor of Gaza with the humanitarian needs that they deserve. Thank you, ladies and gentlemen.